موسيقى تمام تحية طيبة أبناء الأعزاء في ندوة جديدة لمادة التعريخ الصف الثالث الثانوي الأدبي يسر لي أن أرحب بضيفي الكريمين الآن سيري مرجب من محافظة تربية لازقية والأستاذ علاء خدوج من تربية ريف دمشق ندوتنا اليوم أعزائي الطلاب بعنوان تبدلات سياسية لمدة تاريخ الصف الثالث الثانوي الأدبي سنستعرض في هذه القضية الدوافع التي أدت إلى احتلال أوروبي للوطن العربي وكذلك سنقوم باستعراض مراحل الاحتلال الأوروبي للوطن العربي وأثره على هذا الوطن بالإضافة سيكون لنا هناك وقفة مع أساليب السيطرة الأوروبية وتوضيح كيفية السيطرة على الشمال الأفريقي والشرق العربي وأثر ذلك على الوطن العربي مع توضيح بعض الأمثلة والتطرق لبعض مهارات التفكير التاريخي التي هي بنيت عليها مادة التاريخ بكتابنا الصف الثالث الثانوي الأدبي زملائي يسروا لني أن أرحب بكم وزميلة الأستاذ علاء ممكن أن تشرح لنا بعض مهارات التفكير التاريخي لطلابنا الأعزاء ليكون هناك تطبيق في هذه الندوة على هذه المهارات أسعد الله وغادكم وأتمنى الفائدة لجميع المشاهدين كما ذكرت حضرتك بكتاب التاريخ الثالث الثانوي أدبي لمادة التاريخ بني وفق مهارات وأسس تاريخية ومن أهم أسس مادة التاريخ التي بنيت لها مناهج تاريخ من الصف الأول الثانوي حتى الأول الإعدادي إلى الثالث الثانوي هي أربع أسس لمادة التاريخ الأساس الأول وهو الأهمية التاريخية والأساس الثاني السببب والنتيجة الأساس الثالث المستمر ومتغير الأساس الرابع وجهات المنظر أما مهارات تفكير التاريخي فهي متنوعة سنذكر بجزء منها مهارة تفكير التاريخي أول شيء إدراك الزمني أي استخلاص الإحداث التاريخية من خلال الخطوط والجداول الزمنية أو ترتيبها والتمييز بين الماضي والحاضر من أجل فهم الإحداث التاريخية في سياقها الزمني ممكن أن نعرف هذه صورة الإدراك الزمني؟ طبعاً هنواضحين معنا على الشاشة الإدراك المكاني أيضاً إدراك المهارة أخرى الإدراك المكاني أي معرفة أثر المكان معرفة أثر المكان وأنعكاس الحدث التاريخي من خلال تحديده على الخرائط ومعرفة همية المكان على الحدث نفسه يكون على خارطة أستاذ عام؟ طبعاً هذه المهارات تأتي على خارطة أيضاً هناك مهارة الفهم التاريخي أي استيعابة الحداث التاريخية من خلال تحديد أبعاد الحدث مميزاً بين الأفكار الرئيسية والفرعية وصياغ التساؤلات وصولاً إلى تلخيص مجرياته أيضاً هناك مهارة التفسير التاريخي للوصول إلى تحديد وشرح العلاقات المؤسرة في الحدث التاريخي من أسباب ونتائج طبعاً ممكن أن نكمل ذلك معك أنسرين شكراً لك أنسر شهرزاد شكراً لك أستاذ علاء بداية أصعد الله أوقاتكم بكل خير أتمنى أن نقدم الفائدة لأبنائنا الطلبة طبعاً سنكمل بمهارات التفكير التاريخي المهارة هي اتخاذ قرار وهي اختيار حل معين من مجموعة خيارات الوصول إلى الهدف من خلال تحديد الهدف وتحديد الخيارات وتحليلها والمفاضلة بينها لاتخاذ الأنسب بينها طبعاً أبرى ماذا أنسرين يكون هذا طبعاً هنا باتخاذ القرار هذه المهارة نراها على شكل قد تكون مشكلة نص يعرض مشكلة وعلى الطالب اتباع خطوات حل المشكلات للوصول إلى الحل الأمثل مع الدليل أنه الأمثل قد نراها أيضاً بسؤال ما رأيك أو صح أو خطأ المهارة التالية ستكون عن التحليل التاريخي التي سنتحدث بها هي معرفة أبعاد الأحداث التاريخية من خلال تصنيفها والمقارنة بينها والتمييز بين أوجه الشبه والاختلاف طبعاً نقيس هذه المهارة بعدة أمور منها خريطة المفاهيم مثلاً أيضاً لدينا مهارة التفكير الناقد وهي إصدار حكم على المعلومات التاريخية من خلال نقدها وتحديد التناقضات بهدف الوصول إلى الحقيقة التاريخية من خلال الأدلة والبراهيم طبعاً هذه المهارة تظهر لنا على شكل حقيقة ورأي معلومات ذات صلة أو غير ذات صلة المصادر الأولية أو الثانوية وغير ذلك طبعاً المهارة الأخيرة هي البحث والاستقصاء التاريخي وهي الوصول إلى المعلومات التاريخية من خلال جمع المادة المعرفية واستخلاص الحقائق التاريخية من مصادر متنوعة وكشف الانحياز في النصوص التاريخية طبعاً بهذه المهارة يطلب من الطالب بحث معين يبحث عنه أو موضوع معين يبحث عنه ويناقش خلال الغرفة الصفية نحن نعلم بأن الاحتلال الأوروبي قد اتخذ عدة تسميات أو مصطلحات حديثة أسمى بها نفسه ليغطي سلوكيات إيجابية بالمناطق التي استعمرها لكن هذا الأمر لم يخفي سياسته الحقيقية التي تتبعها ودوافعه الأساسية ليستعمر هذه البلاد من خلال استغلال خيراته واستغلال الموقع الاستراتيجي لهذه المنطقة هل لك أن توضحي لنا دوافع الاحتلال الأوروبي للمنطقة العربية بعد إذنك؟ نعم طبعاً دوافع الاحتلال هي متنوعة لدينا دوافع اقتصادية وحضارية الاقتصادية منها حاجتها للمواد الأولية الخام وحاجتها للأسواق وطرق المواصلات والأيدي العاملة الرخيصة ورغبة شركاتها التجارية في استثمار رؤوس الأموال بمشاريع استراتيجية أما الدوافع الحضارية فهي إحساسها بالتفوق الحضاري الذي حرك لديها روح الهيمنة وحسب ادعائها جاءت لتنقل محاسن الثقافة الاجتماعية والأخلاقية والفنية والاقتصادية الغربية إليهم تماماً استاذ علاء انتلاقاً من تطبيق مهارات التفكير على كتاب القضايا التاريخية يمكن أن تفسر لنا مراحل الاحتلال الأوروبية للوطن العربي أو المنطقة العربية بعد أن وضحت لنا زميلتنا دوافع الاحتلال بالاعتماد على تطبيق إحدى هذه المهارات على نص أشكال أو مراحل الاحتلال طبعاً كما ذكرت زميلتي هناك دوافع كثيرة للدول الأوروبية تحتل منطقتنا العربية وهذه الدوافع دفعت بالدول الأوروبية متنوعة مثل فرنسا ومثل بريطانيا إلى فرض سيطرتها على هذه المنطقة العربية لكن هذه السيطرة لم تأتي هكذا يا عبسان إنما أتت وفق مراحل أو وفق مراحل الاحتلال فلقد انطلقت مراحل الاحتلال بداية القرن التاسع عشر واتبعت فيها الدول الأوروبية مراحل متعددة حتى احتلال منطقة العربية طبعاً في هذه المنطقة نستطيع أو في هذه المرحلة نستطيع استخدام مهارتين مهارت تفسير التاريخي ومهارت الإدراك الزمني من خلال ماذا؟ من خلال جدول الزمني اسمح لي آطعك أستاذ قبل ما نستعرض الجدول الزمني ممكن أن نتفصلنا على أي مجموعة من مجموعات أسئلة الامتحان ممكن أن يأتي جدول الزمني وما هي شروط التعامل مع هذا الجدول وكيف يستطيع الطالب فهم هذا الجدول وتفسيره والتعامل معه كي يستطيع حل مجموعة من الأسئلة التي تتعلق بهذا الجدول في البداية يجب على الطالب التمييز بين الجدول الزمني والخط الزمني الخط الزمني يأتي مزود فقط بتواريخ بينما الجدول الزمني يأتي مزود بتاريخ يأتي مزود ببداية وبنهاية يأتي مزود بشروحات ممكن يأتي مزود بصور بأفكار متنوعة وعلى الطالب كيفية دراسة هذا الجدول الزمني في البداية يجب أن يعرف بداية الجدول الزمني ونهاية الجدول الزمني ما هي الوحدات الزمني التي قسم لها جدول الزمني كما هو أصبح معروف أنه لدينا أربع وحدات زمنية هي الأعوام، هي العقود، هي القرون، هي الحقب أو الألفيات فإذن في البداية يجب أن يحدد بداية الخط الجدول الزمني ونهاية الجدول الزمني ثم ينتج إلى قراءة الجدول الزمني بشكل واضح وبشكل مترابط الجدول الزمني لديها أفكار، هذه الأفكار هي مترابطة مع بعضها البعض وتأتي وتشكل له فكرة واضحة عن ماذا يهدف أو ماذا يقصد هذا الجدول الزمني إذن هي إيجاد علاقة تربط بين الأسباب والنتائج والأحداث بالإضافة إلى ربط الزمان بالمكان هل تستطيع أن تقول لنا ما الفرق بين الجدول الزمني والخط الزمني؟ طبعا، الخط الزمني هو فقط مزود بتواريخ أو بأقام بينما جدول الزمني كما ذكرت منذ قليل هو مزود بتواريخ يمكن أن يزود بالشروحات، يزود بصور، يزود بأفكار رئيسية، أفكار فرعية أما الخط الزمني؟ أما الخط الزمني فقط مزود بالتواريخ فقط طواريخ وأحداث؟ وأحداث بسيطة طيب، هنا بالمهارة الجدول الزمني، ما تفيدنا؟ تفيدنا التمييز بين الماضي والحاضر من أجل فهم الأحداث التاريخية في سياقها الزمني الصحيح شرح العلاقات المؤثرة في الحدث التاريخي من خلال السبب والنتائج وأستخلاص المعلومات طبعا، ممكن أن نستعرض هذا الجدول من خلال مراحل الاحتلال؟ طبعا، هنا نحن في عنا هنا جدول كما واضح على الشاشة بدايته هي 1500 ميلادي ونهايته 2000 ميلادي تجهنا لقراءة البداية وهنا قرأنا النهاية هل ما هي الشروحات الموجودة بجدول الزمني؟ اتبعت الدول الأوروبية سياسة تطويق للوطن العربي بداية القرن السادس عشر للميلادي بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918 ميلادي أصبحت معظم الدول العالم تحت قبضة الدول الأوروبية تدير شؤونها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945 ميلادي عملت الدول الأوروبية على اتباع سياس أسلوب السيطرة الاقتصادية من خلال شركات متعددة جنسيات كما هو واضح معناها الجدول الزمني مزود بتواريخ مزود بشروحات مزود بأفكار هيك ويعطي في المجموعة الثانية من الامتحان تمام أنسريم سؤال يطرح نفسه هناك عدة أشكال لمراحل الاحتلال أو الاحتلال الأوروبي على الوطن العربي وظهر بعدة أشكال هذه الأشكال ما الغاية منها ولماذا نوع الاحتلال الأوروبي بهذه الأشكال ممكن أتوضحي لنا ذلك باستخدام مغارة معينة نعم هناك أشكال متعددة للاحتلال الأوروبي على المنطقة العربية طبعا الغاية منها استمرار وجودها في المنطقة ودعم وترسيخ هذا الوجود وسنعرض لكم بعض أشكال الاحتلال بخريطة مفاهيم خريطة مفاهيم نعم خريطة مفاهيم على أي سؤال من أسئلة الاختبارات ممكن أن تأتي خريطة المفاهيم لو سمحتين بأي مجموعة؟ خريطة المفاهيم تأتي بالمجموعة السابسة تمام ما هو شكل السؤال الآن؟ طبعا وهي لنقيس فيها مهارة التحليل التاريخي والفهم التاريخي طبعا قد يأتي السؤال كيف تأتي السؤال مثلا؟ نعم قد يأتي السؤال صمم خريطة مفاهيم معتمدا على معلومات نص تاريخي مراعيا شروط تصميم الخريطة من حيث هذه هي شروط تصميم الخريطة تماما أنسرين أنا طالب باكالوريا نعم وأنا بدي أدرس ونطبق هالمهارات على فقرات من كتابي فما هو الأسلوب الذي أقوم بالتدريب عليه وتصميم خريطة مفاهيم بالشروط التي ممكن أن تعلمينا إياها أنسرين طبعا خريطة المفاهيم ستأتي كما قلنا نص بالامتحان لديها شكلا طبعا قد تأتي نص على الطالب أن يصمم خريطة مفاهيم ويجب عليه اتباع الخطوات الأساسية فيها طبعا بعد قراءة النص وفهمه بشكل جيد عليه أن يحدد المفهوم الرئيس ثم المفاهيم الفرعية والمفاهيم الأقل عمومية هنا مفاهيم أقل عمومية ظهر على الشاشة طبعا المفاهيم هنا أقل عمومية ومع مراعاة أدوات الربط واتجاه السهم تماما إذن أولا عند تصميم خريطة المفاهيم هناك مفهوم رئيس هناك اتجاه الأسلوبهم نحو الأسفل عندي بعد المفهوم الرئيسي في عندي مربعين أو عدة مربعات بتكون فيها مفاهيم فرعية ثم مفاهيم أقل عمومية ويؤون الربط بين هذه المفاهيم من خلال كلمات ربط من النص ذاته لك ممكن مثال تطبيقي أنسي على أشكال الاحتلال على هذه الخريطة نعم أشكال الاحتلال لدينا نص أعد سياعة معلومات النص لتشكل خريطة مفاهيم طبعا النص عن أشكال الاحتلال منها الانتداب ظهر بعد الحرب العالمية الأولى الاحتلال المباشر استخدم القوة العسكرية الاستيطان من خلال تهجير الشعوب والسيطرة على الأراضي الوسائة التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية طبعا كيف نطبق هذا النص أو نحوله إلى خريطات مفاهيم كما قلنا علينا اتباع هذه الخطوات أو هذه الشروط المفهوم الرئيس هو أشكال الاحتلال نضعه كمفهوم رئيس ومنها وهي أداة الربط اتجاه السهم أيضا نحو الأسفل ما هي كلمة الربط؟ ومنها هي كلمة الربط وسنحدد وجدنا استخلصنا من النص المفهوم الفرعي الأول المفاهيم الفرعية وهي الأول هو الانتداب والأقل عمومية أو الأقل فرعية هو الحرب العالمية الأولى أداة الربط ستكون ظهرة بعد واتجاه السهم أيضا نحو الأسفل الاحتلال المباشر هو المفهوم الفرعي الثاني استخدمها هي أداة الربط والقوة العسكرية هي الأقل عمومية أيضا نرى الاستيطان الاستيطان طبعا وأداة الربط هي من خلال نرى هنا فكرتان أو سهمان هي تهجير الشعوب والسيطرة على الأراضي يجب الطالب أن يميز أنها تابعة لها وأخيرا الوساية ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية نلاحظ أنك تقرأين الخريطة بشكل عامودي وتربطين بين المفاهيم بكلمات ربط اتجاه الأسهم نحو الأسفل فهذه هي طريقة محببة لدى الطلاب لدراسة فقرات الكتاب بطريقة خلينا نقول شوي هندسية للتعبير عن الأفكار الموجودة بفقرات الكتابية أستاذ علاء الأسري ما استعرضت لنا أشكال الخماية من خلال الوساية الانتداب من خلال تفضلي أسري ما عندك ملاحظة أريد أن أكمل أن السؤال الثاني الذي يأتي بخريطة المفاهيم قد يأتي حول هذه الخريطة إلى نص تاريخي تماما فتأتي جاهزة الخريطة ويقوم الطالب بتحويلها إلى نص فعلى الطالب أن يراعي أدوات الربط الموجودة في الخريطة والتسلسل كما قلت إذن هي محملة بكافة المعلومات ما عليه إلا أن يقوم بتنظيم أفكاره بتحويلها إلى نص مترابط يعبر عن الخريطة الموجودة أمامه فإذن هو سؤال اختياري يكون للطالب أستاذ علاء بعد أن استعرضنا أشكال الاحتلال من حماية ووساية وانتداب يجب أن نذكر دائما بأن بريطانيا لها دور الأكبر في هذه الأنظمة فالدول الأوروبية استخدمت نظام الحماية لكن كانت السباقة والدولة التي ركزت على هذا الأسلوب هي بريطانيا لماذا برأيك بريطانيا هي التي طبقت هذا النظام بإصرار؟ طبعا بعدما حدثت الدول الأوروبية هدفها باحتلال البلاد العربية كما ذكرت زميلتي منذ قليل لعدة أهداف اقتصادية وثقافية وسياسية أيضا تبعت أسلوب مراحل الاحتلال اتحللت منطقة عربية بمراحل ثم اتخذت أساليب متنوعة لهذا الاحتلال طبعا هذه الأساليب ليست لخدمة البلاد المحتلة إنما لخدمة مصالحها فقامت باستخدام أو باستخدام الشكل الاحتلال المناسب لها الذي يحقق لها أكبر فائدة ومن هذه الأشكال احتلال كان الوصاية كان الانتداب كان احتلال مباشر كان الاستيطان والحماية طبعا بريطانيا كانت رائدة في تطبيق شكل الحماية وطبقته بشكل خاص على منطقة الخليج العربي كما هو معروف وظهر معناه هون في عندنا نص على الشاشة منطقة الخليج العربي كما هو واضح ومعروف منطقة الخليج العربي تتمطع بموقع جغرافي هام فهي تشرف على أهم طريق بحري يصل إلى الهند فقامت بريطانيا بهذه المنطقة ومناطق متعددة لكن هذه المنطقة كانت الأكبر بتطبيق عليها أسلوب الحماية وهذا الأسلوب الحماية كان يحقق للدول المحتلة وخاصة بريطانيا كان يحقق لها أهداف ومصالح كبيرة كما هو معروف في بداية القرن التاسع عشر تعظم التنافس الأوروبي على منطقتنا العربية وخاصة وخشيات هنا بريطانيا على منطقة أو طريق تجارة الواصل إلى الهند فقامت بتطبيق أسلوب الحماية على منطقة الخليج العربي وهذا الأسلوب أكسبها محاسن ومصالح كبيرة منها أكسبها صفة شرعية لدولة الاحتلال وأيضا أبعد عنها منافسة الدول مراد السيطرة عليها وأضعف مقاومة الدول مراد احتلالها وجنبها نفقات جهود إنشاء إدارات فهنا بريطانيا استفادت كثيرا من أسلوب الحماية وأيضا تبعت في منطقة الخليج العربي أسلوب تغيير الديمغرافي فأصبحت تقوم بنقل هنود وتسكينهم بمنطقة الخليج العربي وقامت بتوقيع اتفاقيات مع مشيخة الخليج العربي عام 1820 هذه المشيخات ضمنت لبريطانيا فرض سيطرتها بشكل كامل على منطقة الخليج العربي وسمى قامت بريطانيا بحماية طريق تجارتها إلى الهند وأيضا قامت بنهب سروات هذه المنطقة وبتغيير الديمغرافي لهذه المنطقة من خلال الاكثار من الهجرة للهنود إلى منطقة الخليج العربي وأيضا قامت بفرض ثقافتها فهذا الأسلوب الحماية حقق لها مصالح كبيرة وحقق لها أهدافها في السيطرة على طريق تجارة الهند أولا في نهب سروات هذه المنطقة ثانيا في فرض لغتها وثقافتها وتغيير الديمغرافي في هذه المنطقة أفهم من هذا الكلام أستاذ علاء بأنها تبعت أسلوب غير مباشر لخدمة مصالحها في المنطقة وكان هناك الربح الأكبر لها من خلال تهجير الهنود إلى منطقة الخليج للاستفادة الاقتصادية الكبيرة التي جنتها من دول الخليج نحن نعرف بأنه القرن التاسع عشر والقرن العشرين كان عصر التوسع أوروبي كبير للدول الأوروبية في الوطن العربي وغيرهم فلاحظنا أن الحصة الأكبر كانت لهما هي الوطن العربي في التوسع في الشمال الأفريقي وفي المشرق العربي بالإضافة إلى أنها استخدمت سياسة الاستيطان في الشمال الأفريقي وذلك لتنفيذ أو حل مشكلاتها الداخلية في بلادها هل لك أن توضحي لنا هذا الموضوع من خلال توضيح سياسة الاستيطان التي تبعتها في المنطقة وما أسباب احتلالها الشمال الأفريقي طبعا فعلا كانت قد توسعت الدول الأوروبية شرق الوطن العربي وغربه فدول الشمال الأفريقية سيطرت عليها كل من فرنسا وإيطاليا وذلك لأسباب اقتصادية واستراتيجية واتبعت فيها سياسة الاستيطان لإحكام سيطرتها عليها نحن نلاحظ أن دول الشمال الأفريقي في الوطن العربي هي اطلالتها كلها يأتي على البحر المتوسط فلذلك كانت حريصة جدا على أن تطبق تجارتها البحرية من خلال السيطرة على هذه المناطق فلذلك كانت مصرة على احتلال الشمال الأفريقي وتطبيق فيه سياسة الاستيطان وهي ترحيل عدد كبير من مواطنيها من أوروبا إلى الشمال الأفريقي نعم ممكن أن نستعرض نص الشمال الأفريقي استاذ لنتطبق فيه مهارة الفهم التاريخي وحبزة لو تعرض لنا عدد من الأسئلة المتوقعة على هذا النص طبعا النص التاريخي يأتي في المتحان في المجموعة الأولى مثل موازلت ظاهر معنا بالشاشة اقرأ النص التاريخي الآتي ثم أجب في خضم عصر التوسع والاحتلال الأوروبي لكثير من دول عالم ومناطق كان لابد من اهتمام بأقتار شمال الأفريقية التي يعرف أوروبيين كثيرا عن وصراءها الزراعي وكانت البداية باحتلال فرنسا الجزائر ثم باحتلالها تونس عام 1880 ثم المغرب عام 1912 بينما احتلت إيطاليا ليبيا عام 1911 كانت القوى الأوروبية تخطط لاستمرار تواجدها في شمال أفريقيا فعدت الجزائر جزءا من فرنسا وليبيا الشاطئ الرابع لإيطاليا لكن هذا المخطط بحاجة إلى دعم مستمر فكان الحل بتشجيع الهجر الأوروبي للشمال الأفريقي ودعمها بتشريعات أوروبية لحماية المستوطنين واستلامهم الأراضي الذين نفزوا قواني الاحتلال واستغلوا المنطقة وقمعوا الحركات المناهضة التي شكرت عائقا أمام سياسة الاستيطان وأربكت سياسة تهجير وحاربوا اللغة العربية وفرضوا لغتهم الأجنبية وقد ساعدت سياسة الاستيطان الدول الأوروبية بالتغلب على مشكلاتها الداخلية كالبطالة وزيادة عدد سكانها طبعا هذا النص التاريخي هو يخدم كثير من المهارات التفكير التاريخي يعني ممكن أن نجمع أكثر من مهارة في نص واحد ممكن أن نجمع أكثر مهارة في نص واحد ما هي الأسئلة الممكنة على هذا النص طبعا basic مثلا مهارة الفهم التاريخي فينا مطبقة على هذا النص من خلال استيعابة إلى أحداث التاريخية تحديد أبعاد الحداث تحديد الأفكار الرئيسية وإفكار الفرعية في هذا الحداث إذن أنا هون بس بدي أنصح الطلاب بقراءة جيدة ووافية لهذا النص التاريخي وفينا نأخذ بس مجموعة من الأسسدية لو سمحت مثلاً في عنا أنا هوني مثلاً فيني جيب سؤال صميم خط زمني تصميم خط زمني كمواضح معنا بالشاشة طبعاً تصميم خط زمني إلو شروط إلو قواعد من أهم هذه القواعد أنه وضع عنوان تحديد البداية والنهاية وتحوال رسم طبعاً أول شيء لازم نحن نقرأ الخط الزمني أو نقرأ النص بشكل جيد نستخلص الأرقام أو الأحداث أو التواريخ الموجودة بالنص نرتبها من الأقدام إلى الأحداث ثم مثلاً نضع عنوان للخط الزمني العنوان هون توسع الأوروبي لإقطار شمال أفريقيا الوحدة الزمنية أنا هون اخترتها وحدة زمنية قرون بما أني أنا اخترت قرون هون سأحدد البداية 1800 وحدد نهاية 2000 كما هو واضح أنا رسمت الخط الزمني وانتبهت على اتجاه الخط الزمني طبعاً البداية هنا 1800 ونهاية 2000 وقسمت خطي لقرون 1800 و1900 و2000 وأهم شيء أني حط التواريخ أو الأحداث التاريخية بمكانها الصحيح بمكانها الصحيح وأهم شيء العنوان هو العنوان يجب أن يقرأ جيداً النص التاريخي فبيحسن يستخلص عنوان للخط الزمني بشكل من خلال فهمه للأحداث والأحداث التي نازلت على الخط الزمني يستنتج عنوان أنا سريم الأستاذ علاء عملنا خط زمني قرون هل ممكن أن نطبق خط زمني آخر على نفس الأعوام والأحداث لكن بوحدة زمنية مغايرة وتكون قد طبقت بشكل سليم لأن سلم التصحيح دائماً يراعي كل الأجوبة الصحيحة لكن تكون بشكل سليم نعم أستطيع أن أختار الوحدة الزمنية في هذه الأعوام عقود أيضاً عقود حتى لو كانت البداية في قرن والنهاية في قرن آخر ولكن يجب أن يكون هنا كما نرى البداية في قرن والنهاية في قرن آخر ولكن هي في آخر القرن السابق طبعاً أستطيع أن أرسم الخط الزمني واحد إذن معناها أنسرين بالتصميم لا تقيد الطالب باختيار الوحدة الزمنية يختار الوحدة الزمنية المناسبة التي يمكن أن يكون الجواب فيها سليم وصحيح نعم ويطبق فيه الشروط بشكل مفهوم هنا سأطبق تصميم الخط الزمني بخطواته أو شروطه أتمنى الطلاب يكونوا يتابعوا معنا نعم أولاً ستطبق الشروط وتانياً خط الزمني بقرون أو وحدة زمنية أخرى غير القرون هنا حددت الوحدة الزمنية عقود الخطوة الأولى يجب رسم السهم الخط مع السهم الخط باتجاهه الصحيح ثم الخطوة الثانية طبعاً نقصد نحن بالسهم بأنه التاريخ أو الزمن مستمر نعم تحديد البداية والنهاية والمؤشرات في الوسط هنا سأختار البداية في عام 1800 بماذا تفيد المؤشرات أنسرين؟ لتحديد الوحدة الزمنية لتحديد الوحدة الزمنية هنا اخترت 1880 كبداية والنهاية عام 1920 كيف اخترتي 1880؟ أنا طالب بكالوريا ما لي عم بعرف شو عم تشتغلي مثلاً عم تقولي 1880 ليش اخترنا عام 1800؟ طبعاً أنا بالبداية بعد قراءة النص لأن العام الأول شو هو؟ بعد قراءة النص أستخلص الأعوام أستخلص الأعوام والأحداث ثم أبدأ بالتاريخ الأقدم تمام الأقدم هو 1881 نضع بداية له تبدأ بصفر بداية صحيحة فنبدأ بـ 1880 وننتهي أيضاً في عام 1920 لأن آخر تاريخ كان 1912 إذن آخر حدث هو عام 1912 احتلال فرنسا للمغرب نعم إذن وضعنا هنا البداية والنهاية يجب وضع المؤشرات في الوسط هنا نضع 1890 1900 1910 و 1920 فنأتي المرحلة الثالثة هي أن نضع الأحداث في مكانها الصحيحة نعم إذن تثبيت الأحداث مع الأعوام على الخط نعم احتلال إيطاليا لليبيا طبعاً إذاعش هنا سيكون تحديدها هنا تجاه السهم 1911 احتلال إيطاليا ليبيا و 1912 طبعاً 1912 طبعاً إحتلال فرنسا للمغرب بعد أن نكون وضعنا الأحداث في مكانها الصحيح يجب أن نضع العنوان للخط الزمنية قبل العنوان أنسرين نعم نحن نلاحظ بين النقلة والنقلة عم تكون عشرة معناها عقود فأكتب أنا الوحدة الزمنية أكتبها الوحدة الزمنية التي قسم لها الخط الوحدة الزمنية عقود التي قسم لها الخط أنا أختارها من البداية تمام بس يجب كتابتها طبعاً لتتوضح للطالب آخر مرحلة هي وضع العنوان وهو عنوان الخط نعم التوسع الأوروبي لأقطار شمال أفريقيا أو ملؤون نحن الاحتلال الأوروبي لشمال أفريقيا أو كل ما يشير إلى ذلك أو عنوان لهذه الأحداث كيف يستطيع الطالب يستنتج عنوان؟ دائماً طلابنا يضيعون في اختيار العنوان هل هناك استراتيجية معينة أو ممكن أن نوضح لهم كيف يستطيع أن يستنتج عنوان للخط الزمنية؟ يجب قراءة الأحداث بشكل صحيح ثم يختار صفة معينة مشتركة ويضعها في العنوان وعلى أساسها يقوم باختيار العنوان المناسب لهذه الأحداث فهنا مثلاً إذا كانت الأحداث في المجال السياسي ينتبه أن تكون في المجال السياسي أو الاقتصادي أو إذا كانت في سوريا أو إذا كانت في الوطن العربي أو في أوروبا أو في أي دولة فيجب أن يقرأ أحداث الخط الزمني بشكل صحيح لكي يصل إلى عنوان مناسب للخط الزمني تماماً أستاذ علاء قاطعناك نحن منتابع معك ما هي تتمة الأسئلة التي ممكن أن تكون على هكذا نص؟ طبعاً ذكرنا منذ قليل النص التاريخي يقيس أكثر المهارة تاريخية ذكرنا منذ قليل هي مهار مثلاً تصميم خط زمني هل نرجع بس للنص منذ النص النص هون عم يتكلم عن التوسع الأوروبي في شمال أفريقيا طيب هلأ في مجموعة من الأسئلة أنا ممكن أوردها عن نص مثلاً السؤال الأول ما الفكر الرئيسية وما الأفكار الفرعية التي وردت في النص؟ كما ذكرت زميلتي الأهم شيء هو قراءة النص بشكل صحيح وهنا يستطيع الطالب استخلاص الأفكار الرئيسية أو الأفكار الفرعية مثلاً الفكر الرئيسية توسع الأوروبي في شمال أفريقيا أطماع الأوروبية في شمال أفريقيا أي شيء أي شيء يدل على أطماع أوروبا أو رغبة أوروبا بتوسع بشمال أفريقيا بينما الأفكار الفرعية هي الأفكار التي شملها النص مثلا مثل احتلال فرنسا تونس احتلال المغرب كانت القوى الأوروبية تخطط الاستمرار تواجدها في شمال أفريقيا كان الحل لتشجيع الهجرة الأوروبية إلى الشمال الأفريقي فإذا هكذا أنا أستطيع أن أستخلص الأفكار الرئيسية والأفكار الفرعية طيب ما أثر سياسة الاستيطان الأوروبي على المغرب العربي من الناحية الاجتماعية نرجع على النص أيضا الدول الأوروبية كما ذكرنا قامت بدعم هجرة مواطنيها إلى الشمال الأفريقيا خدمة لمصالحها لحل مشكلة البطالة وزيادة السكان فإذا هذه هجرة كانت بهدف خدمة مصالح الدول الأوروبية وليس خدمة مصالح الدول العربية فإذا هذا الأثر كان أثر سلبي على البلاد العربية أسهم في تغيير بنية المجتمع أسهم في تغيير العادات والتقاليد الموجودة في هذا المجتمع ونشر عادات وتقاليد لا تمثل للمجتمع العربي بسلا فإذا هذه هجرة أو هذه هجرة الأوروبية لم تكن بهدف خدمة البلاد العربية إنما بخدمة مصالح الدول الأوروبية التي كانت تعاني كما هو مذكور بالنص تعاني مشكلاتها الداخلية كالبطالة وزيادة عدد السكان فوجلت لها مخرجا في البلاد العربية ما دلالة استخدام كل احتلال فرنسي والإيطالي لجزائر فرنسا موراء البحر وليبيا الشاطئ الرابع لإيطاليا نحن من هذه السؤال صيغة سؤال ما دلالت كسلم الطلاب تأتينا مسائلات ما معنى كلمة ما دلالت أو على ماذا يدل وما الفرق بينه وبينه سؤال ما الدليل مثلا طبعا السؤال الدلالي والدليل هم أسلط التفسير التاريخي طبعا الدليل هو نعطي دليل من النص موجود بالنص أو موجود بالخريطة دليل على مصداقية هذا الحدث التاريخي بينما الدلالة هي ماذا استنتاج أو ماذا أفهم من هذا الحدث التاريخي وله ستعطينا دلالة واضحة مثلا ما دلالة استخدام كل من الاحتلال الفرنسي والإيطالي للجزائر فورنسا موراء البحر طبعا البحر متوسط يقسم العالم إلى قسمين شمال أوروبا وفي جنوبه هو أفريقيا ففرنسا طمعت بالجزائر وسمتها فرنسا موراء البحر وكان تعتبرها المدخل لاحتلال القارة الأفريقية ومدخل لنهب سروات القارة الأفريقية بينما ليبيا كما هو معروف ليبيا لديها سلاس شواطئ وإيطاليا لديها سلاس شواطئ وتقع في شمال البحر المتوسط بينما ليبيا تقع في جنوب بحر المتوسط فاعتبرت إيطاليا بأن ليبيا هي الشاطئ الرابع لإيطاليا فإذا الدلالة أو ماذا استنتج أن هناك أطماع فرنسية في الجزائر وأطماع إيطالية في ليبيا والتمسك بهتين المنطقتين بهدف فرض احتلالها وخدمة لمصالحها وحل مشكلاتها الداخلية ومنفزاً وباباً للقارة الأفريقية لنهب سروات هذه القارة. فإذن الدلالة هي استهيئة طماع هذه الدول والرغم بالسيطرة ونهب سروات هذه المنطقة. طيب استخرج من النص حقيقة تاريخية. أيضاً هناك مهارة الحقيقة التاريخية. التي هي التفكير الناقض. ذكرت لنا الآن سريح. أنه عندنا مهارة التفكير الناقض. حقيقة ورأي. حقيقة ورأي. طبعاً الحقيقة كما هو أصلها معلوماً. يجب أن يكون هناك ما يدل على صحتها. أم كان تاريخ إن كان وثيقة إن كان أي شيء. طب نطلحنا نرجع عن نص لو سمحتها حتى نستنتج حقيقة من النص. مثلاً في عندي مثلاً هنا أنا مثلاً احتلال مثلاً تونس عام 1881. هذه حقيقة تاريخية لأنها زودة بتاريخ. مثلاً احتلال المغرب 1912 أيضاً هناك تاريخ مزود بها. احتلال إيطاليا ليبيا عام 1911. أيضاً هذه نعتبرها حقيقة تاريخية لأنها مزودة إذن نذكره لطالبنا أن الأدلة التاريخية هي كثيرة. طبعاً. ممكن يكون حدث عام. ممكن يكون عندي أماكن أسرية. ممكن يكون طوابع نقود وسائق. مخطوطات أي شيء. فأي شيء من هذول ممكن يكون هنا الدليل التاريخي. حسب طبعاً آلية النص وموضوعات النص المطروحة أو الأفكار المطروحة بالنص. سؤال خامس. تماماً. صنف سياسة الاحتلال الأوروبي ثقافياً واقتصادياً. هلأ موجودين بالنص. ثقافياً مثلاً حاربوا اللغة العربية. فرضوا لغتهم الأجنبية. السياسي قمعوا الحريات. نفذوا قوانين الاحتلال. طبعاً. نحن طالما أنه كثير من الطلاب عندهم إشكالية بموضوع النصوص وكيفية الإجابة على أسئلتها. نحن استعرض من نفس القضية نص آخر هو عن رمز النضال الجزائري عبد القادر الجزائري. ومجموعة من الأسئلة مختلفة عن أسئلات النص الذي ذكرنا فيه الأستاذ على. أنسري معلش المثال الآخر. طبعاً المثال سيكون عن رمز النضال الجزائري. الأمير عبد القادر الجزائري. كاتب وشاعر وفيلسوف وسياسي وعسكري. قاوم الاحتلال الفرنسي بسورة خاض فيها المعارك دفاعاً عن وطنه الجزائر. وبعد نفيه اختار دمشق ليعيش فيها حتى وفاته عام 1883. بزل جهته في تحقيق وحدة الجزائر رغم سياسة الاحتلال والصعوبات. فقام بنشر حملات توعية وإصلاحات اجتماعية حارب فيها الفساد الأخلاقي وعمد إلى تأسيس دولة موحدة. جعل مدينة معسكر عاصمة لها. واختار أفضل الرجال ممن تميزهم الكفاءة العلمية والمهارة السياسية. ونظم ميزانية الدولة والجيش. وعمل على استدباب الأمن من خلال نظام الشرطة الذي أنشأه. حتى استقر له الأمر وتمكن من الحاق الهزاء بالاحتلال الفرنسي الذي اضطر إلى توقيع عدة معهدات واتفاقيات معه. أبرزها اتفاقية التافنة عام 1837 نتيجة ذلك أرسلت فرنسا القائد بجول إعادة بسط سيطرتها على الجزائر. فاتبع سياسة الأرض المحروقة ودمر المدن وأحرق المحاصيل وأهلك الدواب فأدى إلى توقف السورة. طبعا عام 1847 ونفيا الأمير. طبعا هذا النص يتحدث عن عبدالقادر الجزائري الذي قاوم الاحتلال الفرنسي وخاض مجموعة من المعارك. طبعا الأسئلة التي قد تأتي على هذا النص كما وضعت لماذا رفع الأمير عبدالقادر الجزائري شعار وحدة الجزائر طبعا وحدة الجزائر لمواجهة الاحتلال الفرنسي. لأن فرنسا رغبت في أن يكون هناك تقسيم الجزائر بينها وبين عبدالقادر. نعم ولذلك لتوحيد الجزائر طبعا ضد مواجهتهم للاحتلال الفرنسي. أيضا هناك سؤال تصنيف تصنيف أعمال الأمير عبدالقادر الجزائري في الجدول الآتي إلى اقتصادية اجتماعية وسياسية. طبعا هنا نستعرض أيضا التصنيف تصنيف أعماله السياسية. سؤال التصنيف يحاكي أي مهارة لو سمحتك؟ التحليل التاريخي. التحليل التاريخي. نعم هي يحاكي مهارة التحليل التاريخي. وهنا ما هي شروط هذا السؤال؟ أن يكون هناك جدول. يجب أن يكون هناك جدول. ويضع السياسية اقتصادية اجتماعية. هنا في هذا النص السياسية جعل مدينة معسكر عاصمة له. أيضا عمل على استدباب الأمن. الحق الهزائم بفرنسا. أيضا وقع اتفاقية التافنة مع فرنسا. تمام؟ أما الاقتصادية فهي أيضا لدينا تصنيف اقتصادي مثل ميزانية الدولة. وأيضا اجتماعية مثل حربة الفساد الأخلاقي. وقام بحملات توعية وأصلاحات اجتماعية. طبعا ويوجد أيضا تصنيفات أخرى. تصنيفات أخرى. إذن عندما أقوم بسؤال تصنيف يكون الحل على الشكل الآتي. أولا أقوم برسم جدول. ثم أضع الأمور المطلوب مني تصنيفها. وهي عملية فرز للجمال. كل جملة حسب نوعها من النص. أبدأ بقراءة النص. جملة جملة. ثم أقوم بتصنيفها. تصنيفاتها. الجملة الأولى ممكن أن تكون سياسية. فأقوم بترحيلها إلى جدول السياسي. الجملة الثانية ممكن أن تكون ثقافي. أعود بترحيلها إلى الجدول الثقافي. الجملة الرابعة أو الثالثة ممكن أن تكون اجتماعيا. فأقوم بترحيله إلى جدول الاجتماعي وهكذا إلى أن يتم تصنيف كافة جمل النص إلى أفكار سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية هل هناك شرط أن يكون هناك تساوي بعدد البنود الموجودة في سؤال التصنيف أم هناك جمل متفاوتة في النص ممكن أن تكون السياسية أكثر أو الاجتماعية أكثر هناك جمل متفاوتة إذن العدد لا يكون ثابت كسؤال مقارنة دائما نسأل هذا السؤال أستاذ على سؤال المقارنة ما هي الشروط التي يجب أن يرتبط أو يتقدم الطالب باتباعها ليحل سؤال مقارنة في أسئلته المذاكرة مثلا أو الاختبارات طبعا المقارنة هي تحديد الأفكار الرئيسية مقارنتها مع الأفكار الأخرى فهنا أيضا كمان إذا سوى الطالب بجدول تسهل عليه عملية الإيجابة وهنا فرز الأفكار بكل فكرة رئيسية أو كل فكرة وما يقابلها بالحدث الآخر مقابل لأله فإذا تختلف عن مجال التصنيف يجب أن لكل فكرة أن يكون لها تقابل أو مقارنة إذن بالمقارنة في تقابل بالجمال بينما بسؤال التصنيف مثل ما عطتنا الآن سيرين بأنه ليس بالضرورة أن تكون البنود متساوية ويقوم عملية فرز الجمال حسب نوعيتها نحن لدينا مهارات كثيرة تطبق بكتابنا قضايا تاريخية وهذه القضية مليئة بالمهارات والمهارات التاريخية كثيرة في هذه القضية لذلك نحن أثرنا أن نكسر من تطبيق هذه المهارات في هذه القضية فلدينا مهارة الإدراك المكاني استاذ علاء وكثير من الخرائط في هذه القضية فحبزة لو تذكر لنا مهارة الإدراك المكاني ما هي وكيف تطبق على نصوص هذه القضية بخريطة منها خرائط القضية طبعاً مهارة الإدراك المكاني كما ذكرنا في بداية الندوة هي معرفة أثر المكان وأنعكاسه على الحدث التاريخي من خلال تحديده على الخرائط ومعرفة أهمية المكان على الحدث نفسه فإذن الإدراك المكاني هي مهارة مرتبطة بالخرائط طبعاً الخرائط هي بمجموعة الرابعة بالامتحان المجموعة الرابعة هي أما خريطة أو مخطط بياني طبعاً أنا هون بدي أعرض لو سمحت لي بس خريطة على قبل أن تعرض هذه الخريطة أستاذي يجب أن نعطي مقدمة للطالب عن هذه الخريطة نحن نعرف أن الدول الأوروبية رسمت حدوداً جديدة وغيرت هذه الحدود للمشريق العربي تحديداً وقامت بتطبيق سياسة التقسيم والتجزئة لأقطار المشريق العربي وتوضح لنا هذا من خلال اتفاقيات تعقدتها فيما بينها مثل اتفاقية سايكس بيكو فيمكن أن تأخذ هذا المثال أستاذ لتطبيق هذه المهارة طبعاً كما واضح ما أنا على الشاشة هنا اتفاقية سايكس بيكو بالخريطة طبعاً ما شي بدي أحكي أنا كيف كيفية قراءة الخريطة يجب على الطالب تعلم مهارة قراءة الخريطة الخريطة سوف تكون مزودة بإشارات ورموز وليس هناك ألوان في السؤال الامتحاني وإنما سيصطعاد بالألوان بإشارات ورموز لتدل على كل منطقة أيضاً الخريطة سوف تكون مزودة بمفتاح خريطة هذا المفتاح هو بمسابة الدليل أو طريقة الحل لحل هذه الخريطة لو سمحت لأني بدي أشتغل مثلك طالب وأقرأ خريطة أنا بشوف مثلاً منطقة الزرقاء والتي هي منطقة نفوز فرنسي مكتوب بمفتاح خريطة كما هو واضح بالخريطة تمتد من شمال كيليكيا حتى رأس الناقورة وهي تحازي الساحل الشرقي للبحر المتوسط فإذاً هذه هي منطقة نفوز فرنسية انتدت من كيليكيا حتى رأس الناقورة منطقة دولية سمراء هي تكون في منطقة القدس فإذاً منطقة الفلسطين تم وضعها كمنطقة دولية سمراء أيضاً في عنا منطقة عربية ألف وهي تمتد بسوريا الداخلية حتى منطقة الموصل المنطقة العربية بي وهي تأخذ شرق الأردن وشمال بغداد بينما المنطقة النفوز البريطانية وهي باللون الأحمر فهي تأخذ جنوب ووسط العراق أي بغداد والبصرة وهي محازية لخليج العربي فإذاً هكذا يتم قراءة الخريطة فعنا مشروع خط حديدي طبعاً مشروع خط الحديدي الذي كان من المقرر تنفيذه بهدف بغداد وحلاب مرم بوادي الفرق صحيح أستاذ أنا كخريطة منلاحظ أنه بدي أبدأ أنا بمفتاح المصور صحيح هل بدأ الضرورة أن أبدأ بمفتاح المصور بالتسلسل أم ممكن أنا كطالب أبدأ من المفتاح الذي أرغب به لكي أصيغ نصاً تاريخياً من هذه الخريطة يفضل بشكل متسلسل ما العبرة من ذلك؟ أنه تجميع المهل تصنيف الأشياء وترتيبها تسهل عملية الإجابية بالسؤال أو بالحل لترتيب أفكار النص طبعاً لترتيب أفكار النص طبعاً لحنا هنا حطينا مجموعة من الأسئلة على هذه الخريطة قبل أن نبدأ بالأسئلة أستاذ علاء هل هذه الخريطة تأتي ملونة دائماً بالامتحان أم لا؟ لا، ذكرت قليل لا تأتي ملونة لماذا وضعناها بالكتاب إذن ملونة؟ ملونة بالكتاب لتسهيل دراستها من قبل الطالب ليتعلم هذه المهارة ويتقنها ويكون هناك ترتيب لأفكاره من خلال الانتقال من المفتاح إلى المحتوى صحيح، بينما بالامتحان سوف يصدعان عن هذه الإلوان بإشارات أو رموز كل إشارة أو كل رمز تدل على منطقة نفوز أو منطقة التي كان يرادل عليها بأي أسئلة من أسئلة الإختبارات هذه المجموعة؟ طبعاً، ذكرت تأتي في المجموعة الرابعة المجموعة الرابعة في الامتحان الأخيرة تأتي هي أما سؤال خريطة أو سؤال مخطط بياني مخطط بياني، صحيح ما هي الأسئلة التي يمكن أن نقترحها على مثل هذه الخريطة؟ هناك مجموعة من الأسئلة المقترحة على هذه الخريطة المثال الأول أو النموذج الأول، ضع عنواناً مناسباً للخريطة العنوان المناسب، خريطة لتقسيمات اتفاقية سايكس بيكو عام 1916 ميلادي ممكن نحن كمان نضيف صيغ نصاً تاريخياً من معلومات الخريطة أنا بدي صيغ نص تاريخي عقدة فرنسا وبريطاني اتفاقية سايكس بيكو عام 1916 وذلك لاقتصام المنطقة العربية وضع المنطقة الزرقاء منطقة نفوذ فرنسي والتي تشمل الساحل السوري من رأس الناقورة حتى شمال أفريقيا والمنطقة الحمراء نفوذ بريطاني وتشمل وسط وجنوب العراق بما فيها بغداد والبصرة والكويت المنطقة ألف و بي فكانت منطقة عربية وفلسطين ضمن المنطقة الدولية السمراء فإذا النص التاريخي هنا هو نص يحاكي المنطقة أو يحاكي مفتاح الخريطة أنا حولت مفتاح الخريطة ودمجت مع مفتاح الخريطة ماذا يحاكي في الخريطة وشكلت منه نصاً تاريخياً إذا أسئلت الخريطة هي من الخريطة ذاتها؟ طبعاً يعني يستلتج إجابات الأسئلة من الخريطة الطالب؟ يجب على الطالب قراءة مفتاح الخريطة جيدا ومعرفة كل رمز وكل إشارة في مفتاح الخريطة إلى ماذا يشير أو إلى ماذا يدل وهنا تسهل على الطالب قراءة وحل الأسل الموضوع على الخريطة التي يجب أن يستنتجها حسرا من خلال فهمه للدرس وفهمه للخريطة التي سوف تكون في الامتحان طيب هناك سؤال ثاني كمان موجود معنا لو سمحتني ما الدليل على وجود أطماع لفرنسا في البحر المتوسط ووجود أطماع لبريطانيا هنا للخريطة نحن شوي منلاحظ معي أن المنطقة النفوذ الفرنسية هي تشمل كيليكيا حتى رأس الناقورة فإذن فرنسا أخذت المنطقة المحازية للبحر المتوسط بينما مثلا المنطقة النفوذ البيطانية حمراء هي تأخذ بغداد والبصرة والكويت فإذن هي منطقة محازية للخليج العربي فإذن ما الدليل على أن فرنسا وجود أطماع البحر المتوسط ووضع نفوذ فرنسا في غرب سوريا ولبنان من كيليكيا حتى رأس الناقورة وما الدليل على وجود أطماع البريطانيا بالخليج العربي ووضع نفوذ بريطانيا جنوب وسط العراق أي بين قوسين بغداد والبصرة ممكن نعرض خريطة أخرى أستاذ طبعا لو سمعتي استخلص من الخريطة سياسة فرنسا وبريطانيا في المنطقة العربية السياسة مثلا ممكن أن نحن نحكي أنه تقسيم منطقة العربية أضعاف البلاد العربية أضعاف الاقتصاد العربي فيها السيطرة عليها وأحتلالها فإذن الخريطة هي من مهارة إدراك المكان هي من أهم المهارات التي ذكرتها مهارات تفكير التاريخي وهي من مهارات التي يجب على الطالب قراءة الحدث التاريخي بشكل جيد وربط الحدث بالزمان بالمكان أي حدث تاريخي هو مقصوم إلى قسمين ما تتصل بالزمان وأيضا بالمكان فيجب على الطالب معرفة أسر الزمان في المكان والخريطة هي التي تقيس مهارة الزمان في الامتحان خريطة أخرى أستاذ بس لحتى يتعلم الطالب كيف يقرأ خريطة كثير نسأل عنها كيف أقرأ خريطة كيف أستطيع أن أحول هذه الخريطة ما هي الأسئلة المتنوعة التي ممكن أن تأتي على خريطة كثير من الطلاب يهملون الخريطة لعدم معرفتهم بكيفية قراءته والتعامل معها طبعا الخريطة هي من أهم مرة التفكير التاريخي لأنها نحن بالكتاب الحديث أو منهاج الحديث أصبحت قياس فهم الطالب وليس قياس حفظ الطالب بشكل بصن الخريطة أمامك يجب عليك قراءة الخريطة بشكل جيد أنت فاهم الدرس بشكل منيح راجعة الدرس الخريطة هي مكملة للدرس طيب معنا في خريطة تانية لو سمحتوا كمان على الشاشة في عنا هذه الخريطة تشير جغرافيا إلى سوريا موجودة عندي مثلا باللون الأزرق مثلا دولة حلب دولة جبال اللازقية عن ماذا تحكي هذه الخريطة أستاذ علاء دولة لبنان الكبير دولة دمشق دولة جبال العرب طبعا هذه الخريطة تشير إلى تقسيم فرنسا لسوريا بعد احتلالها طبعا فرنسا كما هو معتاد أو أي احتلال أوروبي كما هو معتاد الاحتلال يهدف إلى تقسيم البلاد العربية بهدف أضعافها ونهب سرواتها والسيطر عليها فإذا فرنسا قسمتنا إلى دولات بهدف أضعافنا ونهب سرواتنا هذا هو ما تشير إليه الخريطة طبعا الأسئلة نعتمد نفس أسئلة الخريطة السابقة ضع عنوان للخريطة تقسيم احتلال فرنسي لسوريا بهدف أضعافها نهب سرواتها والسيطر عليها قعد سياغة معلومات الخريطة التي تشكل نصا تاريخيا أيضا نستطيع أن نص تاريخي من خلال فهمنا للخريطة مثلا نستطيع أن نضع مثلا نكتب النص التاريخي تقسيم فرنسا وإحتلال فرنسي لسوريا إلى دولات قسمت فرنسا سوريا إلى دولات بهدف أضعافها ونهب سرواتها والسيطر عليها إلى دولة حلب، دولة اللازقية، دولة دولة لبنان كبير، دولة جبال العرب ودولة دمشق أيضا هناك مجموعة من الأسئلة مثلا استخلص سياسة فرنسا في سوريا السياسة فرنسا هي سياسة تقسيم، سياسة نهب سروات أو 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 أنسى ريم عنا نحن مهارة المخطط البياني ممكن أن تستعرضي لنا مهارة المخطط البياني وكيفية بنائه بعجالي لو سمحتي مع الرسم طبعا لدينا بالسؤال الرابع المجموعة الرابعة صمم مخططا بيانيا وفق المعلومات الواردة في النص طبعا على الطالب قراءة النص واستخراج الأعوام والنسب مع الاتزام بشروط وخطوات المخطط البياني طبعا لدينا النص التالي بأن سوريا تشتري من فرنسا خمس أضعاف أكثر مما تبيعها فعلينا الآن أن نحتفظ بمقدرة سوريا على الشراء من عندنا وأن نسعى إلى تشجيع وزيادتها وتدلنا الأحصاءات الرسمية على أن التجارة الفرنسية في أسواق سوريا ولبنان تتمتع بالمقام الأول بين الدول الأخرى التي تصدر إليها منتجاتنا وتصيب صادراتنا زيادة متردة في الأسواق السورية اللبنانية ففي عام 1931 كانت 14% وفي عام 1932 كانت 17% وارتفعت في عام 1933 إلى 21% هنا على الطالب أن يقرأ النص بشكل جيد يقوم باستخلاص الأعوام والنسب مع الالتزام بالشروط ما هي الشروط؟ طبعا هنا الأعوام 1932 و1931 و1933 طبعا نبدأ بالرسم وفق الشروط والمراحل طبعا أولا نستخدم عمودين أفقي وعمودي إذن عمود أفقي ومحورين العمودي يثبت عليه الأرقام والأفقي طبعا تقاطع المحورين في الركن الجنوبي طبعا يمثل المحور الأفقي المتغير الأساسي وهو الأعوام فنضع هنا الأعوام 1931 1932 و1933 ثم نضع بالمحور الآخر النسب وهي طبعا النسبة المئوية طبعا تكون 0 10 20 طبعا نضع النسبة المئوية طبعا المرحلة الثالثة يجب أن نراعي مفتاح الرسم ونرسم النسبة المئوية طبعا هنا النسبة المئوية كانت في 14% في عام 1931 نقوم بتحديدها بشكل جيد طبعا مع أن نرسم مفتاح الرسم طبعا هنا لنا كان 14% الحق للذي يلي أنصري 1932 كان 17% طبعا نرى محددها بشكل طبعا نرسم و21% بالمئة طبعا نرسم طبعا نرسم لا ننسى ما هو المفتاح أنصري ما هو المفتاح لا ننسى مفتاح الخريطة فيكون عليه درجات طبعا نرسمه نزلي الورقة طبعا نسبة الصادرات وضعي العنوان وبهكذا يقول قد انتها الجدول نعم في الأسواق اللبنانية والسورية طبعا العنوان أخيرا العنوان تزايد نسبة الصادرات الفرنسية في الأسواق السورية السورية واللبنانية السورية واللبنانية أثناء الاحتلال الفرنسي كل شكر أنسى ريم لتصميم هذا المخطط البياني أشكر حضوركم أستاذ علاء خدوج من تربية ريف دمشق والأنسى ريم من تربية محافظة اللازقية على هذه الندوة ونرجو أن نكون قد قدمنا الفائدة لطلابنا الأعزاء إلى اللقاء في ندوة ثانية تتم لي القضية الرابعة تبدلات سياسية ولكم ألف شكر